اشتركوا في القناة ونستخلص منها الفوائد والعبر والعضات وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالفوائد والعبر والعضات والمواعظ التي لها أعظم الأثر على إيمان المسلم فمن أراد أن يقوي إيمانه وأن يتزود من طاعة الله عز وجل فعليه بأن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هديه عليه الصلاة والسلام وكيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام فهو الذي عاش عليه الصلاة والسلام مجاهداً في سبيل الله عز وجل حياته كلها في طاعة الله عز وجل وبذل لدين الله عز وجل لذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نكثر من القراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام وكذلك أن نسمع سيرته وأن نطلع على ما كان فيها من مواقف وعظات وعبر فلذلك المسلم مأمور بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والسيرة أيضاً مليئة بمثل هذه المواقف التي يستفيد منها الإنسان ذكرنا أيها الإخوة في الحلقات الماضية المدة أو الفترة المكية التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم من مولده عليه الصلاة والسلام إلى أن خرج من مكة مهاجراً إلى الله جل وعلا إلى المدينة وذكرنا ما حدث من مواقف في طريق سيره إلى المدينة أو في طريق هجرته إلى المدينة ثم بعد ذلك ذكرنا الفوائد التي يستفيدها المسلم والمواعظ التي ترجع بالفائدة على المسلم في دينه وفي دنياه وفي آخرته يستفيدوا من ذلك كما ذكرنا في الفوائد أهل المدينة الأنصار ومن معهم من المهاجرين كانوا يتحرون أو ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتهم الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة فكانوا كل يوم في صباحهم أو بعدما يصلوا الصبح يخرجون إلى الحرة فينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يرونه حينما يدخل المدينة وهم متشوقون لرؤيته عليه الصلاة والسلام فكانوا كل يوم ينتظرونه أول النهار يعني يخرجون من بعد الصبح من بعد الصلاة إلى الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أو في طريق القادمين من مكة إلى أن تحتر الشمس يعني إلى أن تحتر عليهم الشمس فيرجعون إلى بيوتهم وكان كل يوم هذا هو حالهم لأنهم مشتاقون للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم الأثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة أربع عشر من البعثة النبوي هي السنة الأولى من الهجرة الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ستمائة واثنين وعشرين من التاريخ الميلادي وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الرابع عشر من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرجوا كعادتهم فلما أهل المدينة خرجوا من الأنصار والمهاجرين فلما احترت عليهم والشمس رجعوا إلى بيوتهم وقام رجل من اليهود كان على حصن من حصون المدينة أو أطم من الآطام فنظر إلى الاتجاه الذي يقدم من مكة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم مبيضين يعني مبيضين عليهم ملابس بيض وهي الملابس التي ذكرنا أن الزبير وطلحة أهدوها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدموا من تجارتهم من الشام وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة قال يزول بهم السراب يعني هذا الذي نظر يزول بهم السراب فلم يملك اليهود أن صرخ بأعلى صوته يا معشر العرب وفي رواية ابن قيلة وهم مقصود بهم الأنصار هذا جدكم الذي تنتظرون اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة وقد أخبرهم الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم إلى المدينة فقام هذا الرجل فقال يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون يعني جدكم الذي تنتظرون فقال فثار المسلمون إلى أسلحتهم يعني لكي يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فظهر النبي صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة وسمعت الرجة والتكبير في بني عوف في قباء بني عوف كانوا يسكنون قباء فضجت ضجت المدينة أو ضجت قباء بالتكبير والخروج لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم قال وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متشوقين له رضي الله عنه ما أرضاهم بادروا النبي صلى الله عليه وسلم وحيوه بتحية النبوة ولا شك أنهم كانوا فرحين بقدومه صلى الله عليه وسلم نكمل هذا اللقاء بعد الفاصل حياكم الله أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات نعم أيها الإخوة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل المدينة عليه الصلاة والسلام فتلقوه الأنصار والمهاجرين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فحيوه وسلموا عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع عليه الصلاة والسلام لدرجة أن من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل كان يظنه أبا بكر فكانوا يصافحون أبا بكر يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يميزون بينهم لأن أبا بكر كان أكثر شيبا من النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا أيضا أنه كان يظهر أن أبا بكر أسن من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكبر منه سنا فلما أصابت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر يضلل عليه بردائه عليه الصلاة والسلام فعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المضلل عليه يعني هو الذي يضلل عليه أبو بكر وأن هذا الرجل الآخر هو أبو بكر صديق رضي الله عنه وهذا فيه دليل أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا عليه الصلاة والسلام ولم يكن متكبرا ولم يكن متجبرا ولم يكن حتى يميز نفسه عن أصحابه رضي الله عنهم بل كان صلى الله عليه وسلم متواضعا يأتي الرجل ويرى الصحابة ولا يعلم من هو محمد حتى يقول أين محمد أو أين النبي هذا كله دليل على أن الإنسان لا يتعالى ولا يتكبر ولا يتغطرس ولا يميز نفسه عن الناس فكان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام هذا حاله صلى الله عليه وسلم فأخذ الأنصار يحدقون به عليه الصلاة والسلام مطوقينه أو جالسين حوله عليه الصلاة والسلام وهو تغشاه السكينة صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي كما جاء في قوله جل وعلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تغشاه السكينة والرحمة والوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وصل إلى قباء وكان أول نزوله عليه الصلاة والسلام في قباء على كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه وهو من بني عمر بن عوف نزل عليه صلى الله عليه وسلم وقيل أنه نزل على سعد بن خيثمة والصحيح أنه نزل على كلثوم وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لبيت سعد والذي رجح الحافظ بن حجر أنه كان عند كلثوم وكان جلوسه في بيت سعد لأن سعد رضي الله عنه كان يسمون بيته بيت العزاب وكان عزاب الصحابة من المهاجرين كانوا يجلسون في بيت سعد فكان نبي صلى الله عليه وسلم يخرج لهم لأنه بيت ليس فيه نساء وكان بيت للعزاب فكان نبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيت سعد بن خيثمة ويدعو إلى الله عز وجل ويقرأ القرآن ويذاكر الصحابة من المهاجرين والأنصار وكان ذلك يعني بداية قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأبو بكر رضي الله عنه نزل على خارجه بن زيد أخي بني الحارث بن الخزرك بالسنح هذا نزول أبي بكر رضي الله عنه كان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المدينة كان في أطرافها في قباء فجلس في قباء مدة سنذكرها بعون الله عز وجل قيل أنها أربعة عشر يوم أو أكثر أو أقل بنى فيها مسجد قباء وكان صلى الله عليه وسلم فقط يقرئهم القرآن ويعلمهم أمور دينهم صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى من بني عمر بن عوف في قباء وخرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمر بن عوف يدعوهم إلى الله جل وعلا فحرص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكوث الذي مكثه في قباء أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يقرأ القرآن للأنصار وكذلك للمهاجرين فكان هذا أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يوم فرح ويوم خير ويوم بركة على أهل المدينة كما قال أنص رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أضاعت المدينة يقول أنص رضي الله عنه ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة ولا شك أن ذلك من بركة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بركة على المدينة كما ذكرنا في الحلقة الماضية دعاؤه للمدينة وذكر فضائل المدينة وذكر فضل المدينة هذا كله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة وبارك الله عز وجل في المدينة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا ووالدينا ومن نحب النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض نلتقي بعون الله عز وجل ونكبن دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة في الحلقات القادمة نلتقي بعون الله عز وجل والحمد لله رب العالمين